موسيقى السلام عليكم جميعا كما وعدكم في الأمس الفيديو اليوم خاص بالأولى باكالوريا والثانية وفي هذا الفيديو سنخدمه واحد من أصعب الدروس اللي عندكم في المقرارات إذا ما هذا الدرس هذا هو كما تشوفوا في الصورة اللي هو بالعربية المبني للمجهول فوقاش نستعمله وكيفاش نستعمله إذا ما نسبل هذا الدرس هذا فهو ما يركزش لنا على الفاعل بكتر ما يركز لنا على الفاعل أو لا الحدث يعني أش نوقع ماشي بالضرر شكون اللي قام بالفعل إذا هنا عدنا استعمال دياله يعني هنا باش نركز على الحدث ونشوفو هاد الميتال يعني المنزل تبنى في 1654 يعني المنزل تبنى في 1654 إذا هنا ما قلناش كل يبنى هاد المنزل فقط قلنا أنه تبنى في هاد السنة فهنا مهتمين بالحدد دابعا ماشي نشوفو القاعدة أو لا الفورم ديال القاعدة شنو كتقول كتقول أننا في نستعمل الأوبجيكت هو اللول شنو الأوبجيكت؟ هو المفعول به في الجملة بلاس تبي بلاس 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 هدي هي الصيغة دياله خلنشوفو متال باش نفهمو أكتر أما القاعدة بوحدها معنا فاش تفيدنا إذا نشوفو هذه الجملة هدي someone stole my cell phone شي واحد صرق الهاتف ديالي إذن هنا قبل أن نخدمو هذه الجملة هدي فضروري أننا نعرفوه فين هو السبجيكت؟ فين هو الverb؟ فين هو الوبجيكت؟ فين هو الوبجيكت؟ لأول خطوة تقوموا بها باش تقدروا تخدموا هذا الدرس إذن إلا سولتكم فين هو السبجيكت اللي هو الفاعل في الجملة فهو someone stole verb my cell phone object ناخدو هذه الجملة ونرضوها المبني للمجول اللي هو ال passive voice إذن أول حاجة نقوموا بها شنو هي؟ هو أننا نقلبو على الوبجيكت في sentence ونبدو به إذن غنكتبو my cell phone هدي أول حاجة ثاني حاجة في القاعدة شنو هي؟ هي to be إذن to be خصنا نصرفوه في نفس الصريف ديال الفاعل في الجملة فهنا خصنا نشوفو ال verb فاش مصرف فاش مصرف في past simple إذن خصنا نكتبو was ثاني حاجة اللي هو ال verb في past participle إذن stole خصنا نحطوه في past participle إذن غد نكتبو stolen ومن بعد كنزيدو subject by subject إلى بغينا فكنكتبو by someone ودعبا نبغي من أي واحد يعني كي يشاهد الفيديو ومتبع معايا يوقي الفيديو ويعطينا مثال للشي جملة ويحطينا في ال passive voice باش أنا كنعرف بإنكم يعني متبعين معايا وفاهمين وشنو كنديل في الفيديو وقبل ما مزيدون الخدمة أمثلة أخرين يعني باش تزيلوا تفهموا أكتر ضرور أنكم تكونوا عارفين واحد الحاجة اللي هي أساسية إذا قلتوا في القاعدة قلت لكم أن ال verb يخصي يكون في past participle فشنو هو past participle وفين قدروا نلقاه وشنو كن نديرو إذا نشوفوا معايا هذا الجدول هذا الجدول فهذا الجدول للتصريف هذه الأفعال سوف نشوفوا في الدخول كما كان لديك الكتاب لديك الكتاب سوف نشوفوا في الدخول ثلاثة الخانات الميلة خلتوا الكتاب وشفتوا معايا الخانة الأولى نكتب فيها infinitive هما الأفعال المصدر يعني الفعل المصرف لا نشوفوا بالنسبة للخانة الثانية والدخول المصرف فإن نحضر هذه الأفعال ونصرفوه على حساب جدول وبالمناسبة يريد أن يأخذ وقته يقلب على هذه الأفعال في الأخير يقلب عليهم يريد أن يرى الجواب مباشرة ونخدموه إذا أول verb لدينا هو steal تقول لي في past participle stolen ولا عقل ترى هذا هو التصريف الذي استعملنا في الجملة التي أخذناها في أولا دي الفيديو take taken build eat eat eaten play played watch watched speak spoken and write written إذن كان هذا هو ال past participle ديال هات الأفعال ليش في نذابه غاضي نستعملهم في جمل باش يمكن لكم أنكم تلاحظوا التغيير اللي كيكون إذن هذي أول حاجة اللي خيثكم تعرفو الحاجة الثانية اللي خيثكم تعرفوه هو أن تصريف ديال الجملة أشمن تصريف ضروري هذة المسألة هذي تعرفوها علاش حيث لاعقلتوا في القاعدة نتوبي دكتوبي خصوه يكون في نفس تصريف ديال الجملة إذا كانت الجملة في الماضي فتوبي خصوه كذلك يكون في الماضي أنا عارف بأنني كترت عليكم معلومات في هذا الفيديو هذا ولكن هذا الدرس هذا بالخصوص يجب أن تصريف ديال الجملة يجب أن تصريف ديال الجملة إذا الأشياء كاملة خصوه يعني خصوكم تعرفوها على باش يمكنكم تخدموا هذا الجمل فإلا حاولتوا أنكم تعرفوا التصريفات و تعرفوا المفعل به والفاعل والفعل فإن شاء الله ما غديش يكون عندكم تلك شيء مشكل و غد ندابة غد نخدمه إن شاء الله جملة أكتر باش يمكن باش تضطح لكم الصورة أكتر نحوول الجملة للمبني المجهول إذا لدينا الجملة هذي كمال 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 أول حاجة هنا أريدكم تعرفوه هو الأوبجيك وهنا ما نسوي لكم ماذا عرفته إذا الجواب هو أول حاجة نكتبها هي مزيان لابا الحاجة الثانية اللي خلتنا هي to be قلنا to be قلنا نصرفه في نفس تصريف دي الفعل فين هو الفعل؟ فين هو الفعل؟ فين هو الفرب في هذه الجملة؟ الفرب هو eight أكلا هنا فاش مصرف أشنو هو تصريف زمني دي الأيت؟ هنا تصريف ديلها هو simple past الماضي البسيط إذن هنا to be قلنا ندره في نفس التصريف اللي هو past simple إذن شنو هو past simple to be was was يعني إما was أو where على الحساب ويش المفرد أو جمع فهنا سنستعملوا was good الحاجة الثالثة هو past participle of the verb هنرجعنا لذلك الطابر اللي كنا قلنا قبل شنو قلنا past participle the eight هو eaten إذن قد نكتبوا an apple was eaten ونزيدوا by كمال نريد نزيدوها نزيدوها ما بغيناش بلاش وانتمنى ما تكونو شدختو مع قول المعلومات اللي كاينين يعني ستيلو غيبشوه حتى اللي مازا مفهمش يحاول انو يعود الفيديو من الأول ويتبع ورقاو ستيلو واي حاجة اللي بانك المهمة يسجلهم إذن دابن نزيدو نخدمو جمل أكثر غانا نخدموها ببي ونشوفوش حاجة أخرى إذن بالنسبة للبي people speak english everywhere يعني الناس كي يدربوا برانجلي في أي مكان إذن هنا كما خدمنا جمل الولاي سنشوفوا المفعول بي وفينا هو المفعول بي رانديجة كاتب لكم انتم ما هو english الحاجة التالية اللي غادين نديرو شنو هي غانشوفوا الverb وغانشوفوا أشمن تصريف زمني فاشكين speak مصرفة في present simple الحاضر البسيط واخذ إذن شنو قصنا نديرو قاعدة اللي بزرق الفوق إذن object بنها بقاتل نتو بي قصنا نصرفه في نصف التصريف اللي هو present simple فغانديرو is يعني يدرناها نفس التصريف ديال speak مزيان دابن speak قصنا نرجع لدك الطابل اللي اختمت معكم كي نسمى speak فشنو قد ترجعنا speak قد ترجع spoken English is spoken وغاد نزيدو الكامبليمت لعنة ما everywhere بغينا نزيدو buy people نزيدوها ما بغيناش الله يجعل البارقة رجل من الدينة صحيحة نشوفوا سي c they have built a mosque in 2001 إذا هنا لا ما نقلبها للأوبجه حيث ديجا كذبه فهو a mosque إذا نقصنا نشوف هذا بالتصريف شنوه have built هذا هو تصريف مولا هذا هو الفيرب فهو مصرف present perfect كيفش كنا نخطبه present perfect فبالنسبة لتو بي سنكتبه a mosque has been built هذه الجملة هذي معقدة شوية لماذا؟ حيث تلاشت الفعل فعنا جدي الأجزاء فيك have built إذا تبيته وخص يكون في المستصريف له has built لماذا لا تريد have لأنه singular ولكن a mosque has been built فما تغير ونكمله in 2001 ونضروا buy them ولا بلاش باش بلا ما تقعد دخو ولا تلفو أكتر وبالمناسبة كما نسأل فيديو ضروري أنني نبهكم واحد الحاجة أساسية انه هي انما شي أي جملة عندنا في الإنجليزية يمكن لنا نحولها passive voice حيث كان شو بعض التعليق يقولونك هاذ الجملة عندها passive voice او لا بحالاش كمثال لاش في ناغل هذة الجملة هذي I am happy يعني هذي ما يمكن لناش نستعمله فيها passive voice إذن هنا وصلنا لنهاية ذي الفيديو كنتمنا تكونوا فهمتهم زيان في حالة أنكم ما زال ما فهمتوش حاولوا تعودوا الفيديو او لا يعني خليوا في تعليق نديروا جزء ثاني إن شاء الله ونخليوا فقط غير التمارين نخدموا تمارين أكتر بلا شرح ونشوفكم في فيديو قادم إن شاء الله